اشتركوا في القناة اعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن ايضا المزنبين الينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والكوه والمجد الى الابد امين من مزامير داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين لكلماتي اصغى يا رب تأمل صراخي استعمع لصوت دعائي يا ملكي والله لاني اليك اصلي يا رب تسمع صوتي بالغداية وقل صلاتنا حق وانتظر لانك انت لست الهن يسر بالشر ولا يساكنك الشرير لا يقف المفتخرون قدام عينيك ابغط كل فعيل الاسم تهلك المتكلمين بالكذب رجل الدماء والغش يكره الرب اما انا فبكسرت رحمتك ادخل بيتك ازجت في هيكل قدسك بخوفك يا رب اهدني الا برك بسبب اعدائي سهل قدام طريقك هللو يا من امثال سليمان النبي بركاته على جميعنا امين اسمعوا ايها البنون تأديب الاب واسقوا لاجل معرفة الفهم لاني اعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعته فان كنت ابنا لابي غدا ووحيدا عند امي وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي احفظ وصيغي فتحي اقتنى الحكمة اقتنى الفهم لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فهمي والمجد الله دائما ابديا امين نحاول نحفظ المحفوظات لو صلناها الصبح او بالليل قبل ما ننام هنلاقي نفسنا من قطر التكرار حفظناه ناخد مع بعض الوحدة التانية واللي بتتكلم معنا العلاقات الانسانية علاقة ربنا بالناس في وقت حياته على الارض علاقة بعض الشخصيات المهمة وعلاقتهم باللي حواليهم اول درس عندنا بيتكلم عن معجزة اشباع الجموع وده في علاقة السيد المسيح مع الناس تعالوا نحفظ الاية الاول بتقول ايه فاكل الجميع وشبعوا فاكل الجميع وشبعوا اية صغيرة خالص تعالوا نحفظها تاني فاكل الجميع وشبعوا تعالوا نبدأ الدرس بتاعه في يوم الايام كان فيه رحلة اتعملت تبع الكنيسة لأديرة ودي النترون وزاروا الاطفال الكنيسة واخدوا البركة ودلوا بركة الدير وهم راجعين بقى ايه جاعوا كان فيه واحد اسمه مينا جاع وفتح الشنطة لقاها ايه فاضية خالص فطلب من صاحبه اندراوس لكن هو كمان اندراوس ما كانش ايه معاه اكله خالص فصاحبتهم مارتينا عرفت وقدت لهم ايه اكل كان ايه لسه باقي معاه فكلهم اكلوا مع بعض وتقسموا مع بعض وايه وكانوا مبسوطين خالص فالاخ بتاع الكنيسة في المدرس الاحد قال لمرتينا ايه شكرا علشان انت ايه عملت حاجة مهمة خالص زي السيد المسيح عملها زمان فسألوهم فالولاد سألوا الاخ ايه هي اللي بابا يسوع عمله او ايه هو اللي بابا يسوع عمله قال لهم ايه تعالوا احكيلكوا على قصة بابا يسوع واشباع انجموها تعالوا مع بعض نشوف ايه القصة دي في يوم من الايام السيد المسيح راح مع تلميزه علشان يستريحوا شوية ويركبوا السفينة وراحوا للمكان هادي علشان ايه يصلوا وياخدوا شوية راحة لانتوا عارفين السيد المسيح كان دايما يروح يعلم الناس ويشفي مرضاهم فكان بيبقى فيه وقت محتاج ان هو ايه يعود فيه لوحده بيبقى يحس بالراحة ويقى ويصلي تماما علشان يعلمنا الصالة تمام فلما وصل السيد المسيح مع تلميز للمكان لقى ايه لقى الناس مستنياه ومستنياه ان هو السيد المسيح يعلمهم ويشفي مرضاهم فالسيد المسيح لما شاف الناس قاعدين ومستنيينه اتحنن عليهم ونسى التعب كله وقاعد يشفي في المرضى ويعلمهم ويشرح ليهم عن ملكوت السماوات والوقت فات بسرعة بسرعة وجي مع عادل اكل وايه والناس ايه قاعدة بقالها فترة طويلة جدا جدا فالمسيح ايه حنين فخاف على الناس عشان يعني زمنهم جعنين والدنيا ليلة وكده فايه الدنيا بدأ الوقت يعني ليل وايه عبر ما يوصلوا البيت اعتبقى ايه في الوقت اتأخر فالمسيح قال ايه اللي فلوبوس ده من احد التلاميذ من اين انا بتاع خبزا اللي يأكل هؤلاء نجيب من اين نعيش عشان كل ده يأكل فطبعا القديس فلوبوس الرسول قال له ايه لايك فيهم خبز بمئتي دينار يعني ده احنا حتى لو جبنا بمئتين دينار اكل محدش فيهم يعني هيكفيه فالمسيح ان التلاميذ سألوا وقالوا له طب يا سيد يعني ايه خليهم هما بقى يمشوا يعني يقول لهم يعني اصرفهم وهما يروحوا بقى يشوروا نفسهم ايه طعا فالمسيح قال لهم ايه ادوهم انتوا عشان ياكلوا فاندروس اخو بوتروس قال لبابا يسوع ان فيه غلام طفل صغير معايا خمسة رغفة وسمكتين لكن يعني ده اللي قدامنا دلوقتي بس ده هيعمل للناس دي كلها ايه فالسيد المسيح عمل ايه بقى مسك الخمس خبزات والسمكتين وطلب من التلاميذ انه هو يعمله حاجة مهمة خالص ايه هي انه يقعدوا الناس خمسين خمسين كده ايه يرتبوهم قاعدين خمسين خمسين عشان خاطر ايه يبقوا متنظمين وبعد كده السيد المسيح عمل ايه مسك الخمس خبزات والسمكتين ورفع عين والسماء وشكر وده للتلاميذ يدو للناس فكل ما يدو الاكل ايه يكتر كل ما يدو الاكل ايه يكتر تاني ولقوا ان الاكل ايه كفت كل وكل الناس شبعت واكلت وتبقى كمان ايه اكل كتير فهنا ياخد خمس ترغفة وسمكتين ليه ما خلقش الاكل مش كان يقدر السيد المسيح يخلق الاكل من غير ما يحتاج انه هو ياخد خمس ترغفة وسمكتين ده علشان يدينا ايه فكرة انه يعني ما نستهلش بامكانياتنا حتى لو قليلة لان ربنا ممكن يبارك ايه فيها تمام تفتكروا بقى لو الولد الغلام الصغير ده لو كان رفض انه يدي طعامه اللي هو الخمس خبزته وسمكتين لقديس اندراوس وما يدهاش للمسيح تفتكروا كان ايه ايه اللي هيحصل اول حاجة كان فيه محبة من الغلام ده انه يدي اكله لسيد المسيح علشان يساعد الناس كلها انها هتاكل لكن افرد بقى كان هو رفض صح كان ايه اللي هيحصل لكن ربنا يسوع عشان محبة الطفل الصغير ده وعشان يعلمنا ان احنا بالحاجات القليلة ممكن بقوت ربنا تبقى بركة كبيرة اخد الخمس خبزات وباركها واكل ايه كل الحضرين وكانوا عددهم حوالي خمس تلاف راجل غير النساء والاطفال تعالوا نعرف حاجة مهمة كمان ان الغلام الصغير دوت هو ماري مرقوس الرسول كاروز الديار المصري الطفل الصغير ده تلاع ماري مرقوس الرسول كاروز الديار المصري طبعا احنا عارفين القديس ماري مرقوس كان شاب صغير وقت لما كان معاصر للسيد المسيح وهو من السبعين رسول معجزة اشباع الجموع الخمس خبزات والسمكتين اتذكرت في الاناجيل متة ومرقوس ولو او يوحن والمسيح استخدم فيها قوة لهوته علشان يريح الناس ويشبه احتياجاتهم الجسدية من غير ما يطلبهم هم كانوا قاعدين مع المسيح ومحدش فيهم قال انا جعان او اكلني او كده بس المسيح احس باحتياجاتهم الكسدية واشبحها واكلهم كلهم ويروحوا منصرفين وهم واكلين وشبعانين ومش محتاجين اي حاجة طيب المعجزة دي معجزة اشباع جمعة تعرفنا حاجة مهمة جدا ايه هي ان انا احس بالاخر يعني لو شفنا قديس مرقس الرسول الطفل الصغير عمل ايه حس بالاخر وانت للمسيح الخمس خبزات والسمكتين المسيح حس بورده بجوع الناس اللي حواليه واحتياجهم وقرر ان هو يعمل معجزة اشباع الجمعة تمام فلازم نبقى مخالين بنا من حاجة مهمة ان المسيح بيحس بينا وبيحس بحتياجاتنا الجسدية وبيقول ايه كمان ان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألو يعني قبل ما نبقى محتاجين حاجة ربنا ايه بيحس بيها من قبل ما نطلبها وعارف احنا محتاجين لايه قبل ما نطلب تمام كمان تعالوا نتكلم عن المعجزة وقيمة النظام احنا نكلمنا عن الاحساس بالاخر كمان لسه في حاجة مهمة في المعجزة دي هي قيمة النظام فاكرين لما احنا قلنا فقبل ما المسيح يمسك الخمس خبزات وسماكتين ويصلي ويبارك ويشكر اللي حصل قال الترميز قسموهم خمسين خمسين على العشب ليه التنظيم ده السيد المسيح بارك الخمس خبزات وسماكتين واشبع الجموع وتمت المعجزة لكن فين في نظام وترتيب ليه بقى عشان مش عايزنا نحن نفكر في نفسنا كدنا إيه إحنا اللي بنعمل وإحنا اللي بنقدر وإحنا لأ لازم نشتغل كلنا إيه كفريق يعني المسيح خلى التنميز رح قسموا المجموعة دي خمسين خمسين فالتنميز سموا وكلام وقسموهم خمسين وصفوف مية مية وخمسين خمسين كده بدوا يقسموهم فاشتغلوا كفريق مع إيه السيد المسيح كمان في توزيع الطعام ما عادوش يتزحموا ويجروا ويخطفوا الأكل لأ كان فيه تنظيم كل مجموعة قعدة وكل تنميز واخد الأكل وبيوزع على إيه تمام فنلاقي السيد المسيح إدى الترميز والترميز إدى للجموع فإلهنا إله ترتيب ونظام مش إله إيه تشويش كمان في حاجة مهمة في المعجزة دي نلاقي إن فيها ترشيد الاستهلاك ونظافة البيئة إزاي بعد ما الناس أكلت والشبعت المسيح طلب منهم إنهم ما يسيبوش الأكل إيه مرمي على الأرض لكن يجمعوها ففعلا التلاميز جمعوا كل الكسر الفضلة عشان ما فيش حاجة ضيع وجمعوا بنظام وملقوا إثناء عشر قفة ملو إثناشر قفة وهنا بيعلمنا إن إحنا نرشط استهلاك مشان أنا أخد حتة لقمة مثلا من رغيف ورمي الباقي لقضة حرام مش آكل ورمي الزبالة مثلا على الأرض أو أروح حديقة مثلا وأطع في العشب أو أكل عليه ورمي زبال عليه كده لقا ليه مش حاجة حلوة خالص فالمسيح علمنا إن إحنا نرشط الاستهلاك وكمان نحافظ على العشب الأخدر ونحافظ على البيئة ونسيبها نضيفة عشان اللي ييجي بعدين ألاقيها هي كمان نضيفة يبقى المعجزة دي كانت معجزة قوية جدا لقينا فيها إحساس الإنسان بالآخر الغلام حس بالناس ما كانش أناني وقال ده أكلي بس أنا ما أديهوش لحد لكن ساعد سيد المسيح المسيح حسب الناس الجعانة وأشبه حدي أكدهم كمان نلاقي فيه التنظيم والنظافة فنلاقي إن التلاميذ يشتغلوا كتيم مع سيد المسيح وننظموا الناس خمسين خمسين ومية مية كمان نلاقي أهمية نظفة البيئة والمسيح إزاي علم التلاميذ والناس إن هما ميرموش بواية طعامه على الأرض بالعكس يلموها ويستفيدوا من القصر الفضلة وجمعوا 12 أفة تمام عشان يسيبوا المكان نضيف كمان والبيئة نضيفة للي ييجي بعدهم تعالوا ناخد كمان درس تاني بيتكلم عن شخصيتين مهمين جدا في تاريخ الكنيسة وهم أعلام كبطية في خدمة الوطن الاتنين دولت خدموا الوطن وكان لهم دور كبير وإحنا كمسيحيين طبعا مهمة عندنا نحن نكون مواطنين صالحي تعالوا نحفظ الآية مع بعض انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم تعالوا نقول الآية تاني مع بعض انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم أول شخصية عندنا لصورته قدامنا القديس إبراهيم الجهري المعلم إبراهيم الجهري يا ترى إيه حكاية إبراهيم الجهري اللي بنسميه سلطان القبط سلطان إيه القبط تعالوا نشوف حكايته إبراهيم الجهري هو رجل عصامي اتولد في قرن الثمنتاشر من أبوين مسيحيين متوضعين ما كانوش أغنية لكن تقيين جدا بابا اسمه يوسف الجهري وكان بيشتغل في الحياكة يعني خياطة يعني بمدينة أليوب في محافظة الأليوبية اتعلم الكتابة والحساب وأتقنهم فكان بشغلته إن هو يقوم بنسخ الكتب الدينية ويقدمها للبابا يؤنس الثمنتاشر وده البابا رقم مية وسبعة ولو أخ برضو اسمه إيه المعلم جيرجيس الجهري البابا يؤنس الثمنتاشر فرح بإبراهيم الجهري قوي وباكتهاده وبيقول له كان دايما يدعي له يقول له إيه ليرفع الرب اسمك ويبارك عملك وليكم ذكراك إلى الأبد وليكم ذكراك إلى الأبد فدي الدعوة دايما اللي كان البابا يصلهله أو يدعيه بعد كده المعلم إبراهيم الجهري بدأ يشتغل ككاتب لدى أحد أمراء المماليك الفترة دية تبقرنا 18 كان المماليك هما لمسكين مصر فاشتغل عند واحد منهم وطبعا كان خطه جميل وشغله رائع فخلاه كاتب خاص لي وبعد كده استمر في الوظيفة دي لحد ما بدأ يترقى لحد ما وصل لرئيس دوان رئيس دوان دي زي رئيس وزراء كده ونجمه بدأ يتقلق في مصر بقى اسمه معروف على كل لسان وبعد كده صار رئيس كتاب الكتر المصري دفعت إبراهيم بيه ونحن رئيس وزراء حالي رغم أن إبراهيم الجهري زاد في المراكز لكن ما يخله يتكبر بالعكس كل ما بيعلى في المناصب كل ما كان بيزيد ودع واتضاع وسخاء لأنه معروف بفضيلة العطاء فكل الناس كانت بتحب إبراهيم الجهري تعالوا نراجع تاني كده لترقيات بتاعته الأول اشتغل ككاتب لدى أحد أمراء المماليك بعد كده كاتب خاص بعد كده رئيس ديوين بعد كده رئيس كتاب الكتر المصري زي رئيس رئاسة الوزراء كده وده كان في عهد إبراهيم بيه المملوكي بعد كده المعلم إبراهيم الجهري بدأ الناس تحب وتتكلم عن فاديله أكتر وتبعاً هو كان عنده فاضلة العطاء مرة من المرات حصل إن أخوه معلم جرجس الجهري حصلت له مشكلة إلا حصل كان بيمشي في شارع معين وكان فيه راجل يعود يشتم فيه كل ما يعدي فالمعلم جرجس الجهري تضايق منه خالص وراح قال له أخوه وقال له عقبه فقال له ما تقلاش إيه أنا هقطع لك لسان فالمعلم إبراهيم قاعد يعرف قاعد يدور كده ويبحث لحد ما وصل لمكان الراجل ده وبيته فين وبعت له كمية كبيرة جدا من الهدايا والأطعمة من غير ما أخوي يعرف وبدأ وبدأ يقول للخادم بتاعه أنت تروح للشخص ده وتقول له الهدايا دية من المعلم إبراهيم أخو المعلم جرجس فلما بقى معلم جرجس عد عليه مرة تانية إلا حصل الراجل اللي كان بيقعد يشتموا ويهينوا وقفلوا وقعد ايه يحترموا ويجلوا ويقولوا يعني اتفضل وقعد يرحب بيه فالمعلم جرجس استورب سأل أخوه هو إيه اللي حصل فإبراهيم قال له إيه بقى أنا نفزت قول الكتاب المقدس اللي بيقول إيه فإن جاع عدوك فطعمه وإن عطشاه فسقه لا يغلبانك الشر بل إغلب الشر بإيه هيتكسف من نفسه ومعدش يعمل الشر ده ايه معك تاني وكده فعلا إبراهيم قطع لسان الراجل الشرير ده بعمل المحبة والخير معلم إبراهيم كان له محبة كبيرة خالص لكل الناس ولكل الأطياف ولكل الأديان وكان بيساعد كل الفقراء والمحتاجين ما كانش أبدا بيرد ايه حد فيه قصة تانية كمان مرة من مراد رجع من قدس عيد القيامة ولقى كمان إن بيته مطفي من الأنوار فسأل مراته قالت له إن إيه إحنا إزاي نقيد النور وفي زوجة واحد ساجين محتاجين كسوة وطعام فنشوف قد إيه حتى زوجة المعلم إبراهيم كانت إنسانة إيه طقية كمان فعلى طول إبراهيم ما قعدش في البيت راح شاف مشكلة الراجل ده وأمر إنه يطلق صراحه وحاول إن هو يعني يستصدر أمر بيطلق صراحه وشاف زوجته وأولاده وجابهم لبيته وجاب لهم أكله ولبسه وكل حاجة والنور رجع تاني للبيت وكل ابتهج بالعيد مع بعض طبعاً حياة إبراهيم الجورة مجالتش على طول إيه فيها نجاح وسلام وفرح أكيد بيبقى فيها ديئات لكن حتى في وسط الديئات كان هو متمسك بربنا إيه وبتعليم ربنا وكان بيستحمل أي ديقة بتمر عليه من التجار واللي مرت عليه في حياته إن كان له ابن اسمه يوسف وبنته اسمها دميانة يوسف كان خلاص هيجوز وجهز لكل حاجة وجهز بيته وكل حاجة كان هيجوز خلاص بس للأسف تعب ومات فجأة فكانت تجربة صعبة جداً على الأب والأم لكن الأب انتونيوس ظهر لإبراهيم وظهر لمراته في نفس الليلة مع بعض وعزاهم ويعرفوا إن دي إراطة ربنا بعد كده المعلم إبراهيم يوم 25 بشنس موافق 31 مايو سنة 1795 اتوفى طلع السماء فأمير البلاد حزن عليه جداً جداً اللي هو إبراهيم بي المملوكي لأنه كان بيقدره جداً ومشي في جنازته المعلم إبراهيم كمان حتى بعد نياحته كان بيعمل معجزات تعالوا نشوف في قصة الراجل اللي جيه بعد نياحته بعد نياحته جيه واحد فقير من محافظة تانية يعني فمش عارف بقى خبر وفاة إبراهيم الجهري وإنتوا عارفين طبعاً ما كانش فيه تواصل أو وسائل إنها تنقل الأخبار بسهولة يعني زي ما موجود دلوقتي فأرح لبيته زي العادة بتاعته عشان يطلب معونا وبعد نكتشف إنه توفى فزعل خالص ونامه هو حزين فالمعلم إبراهيم ظهر له في الحلم وقال له ما تعيتش أنا فيه فلان اسمه الزيات عنده فلوس لي فروح يطلبها من فالراجل صحة وبعدين يتكسف إنه يروح للراجل التاني ده معلم إبراهيم مات فما لكش دعوة والكلام ده كله لكن المعلم إبراهيم ظهر له مرة تانية ومرة تالتة وقال له ما تقلقش روح وأنا هقول له بالموضوع بتاعك فالراجل الفقير راح فعلاً هو راح للراجل فالراجل استقبله وقال له تعالى ده المعلم إبراهيم قال لي وبلغني بالرسالة خد أهوة اللي في زمتي ليك وكمان أهوة زيها مني يبقى شوفها ده إيه معلم إبراهيم كمان صدد احتياجات الراجل حتى بعد وفاته كمان في حد مهم جداً علمنا يعني إزاي نكون مواطنين صالحين هو البابا شنودة التالت وكلنا كنا معصرين له كان إنسان مسيح مواطن صالح وتعلمنا منه كتير في حياته وهو إيه علمنا كتير جداً ولو فضيل كتير جداً من ساعة ما أصبح أسكه في التعليم وهو كان لودور كبير قوي في الكنيسة بتاعتنا تعالوا نشوف ميلاده ونشأته البابا شنودة اتولد في يوم 3 أغسطس سنة 1923 بقرية اسمها قرية سلام محافظة أسيوت اسمه نظير جيد رفاقيل ممته توفت وهو صغير بعد ما ولدته على طول بسبب مرض اسمه حمى النفاس بعد كده الستات بتوع القرية بدوا يهتموا بيه ويعتنوا بيه وبدأت الستات كمان إيه تردعوه فبقى أخ الكل إيه أبناء القرية بعد كده التحق بمدرسة من مدرس أسيوت قعد فيها حوالي سنة تحضرية اللي هي رياض الأطفال بعد كده اتنقل لأماكن مختلفة علشان أخور كبير كان مشتغل في مدن مختلفة وراح منها مرة لضمنهور بعد كده اسكندرية بعد أن نرجع لأسيوت مرة تانية وبعد كده آخر حاجة راحوا بانها درس بابا شنودة في مدرسة اسمها الأمريكان وأخذ منها الشهادة الابتدائية وبعد كده قعد بعد الشهادة الابتدائية سنتين من غير دراسة علشان ما كانش فيه شهادة ميلاد ليه بعد كده تم استخراج شهادة ميلاد له وقصة حلوة خالص في استخراج شهادة الميلاد له راح للدكتور عشان يحدد سنه فطبعا الطفل نظير جيد قال للدكتور ايه بقى قال له ما تغلطش يا دكتور فقال له ايه الغلط فقال له اوعى ما نفعش ان انت تكتب طفل يتولد بعد وفاة والدته هو الطفل ممكن يتولد بعد وفاة والده لكن ما نفعش يتولد بعد وفاة وممته فالطبيب ايه اللي صح انت معاك حق وشاف قد ايه طفل زكي وشاطر فقال له انت تاريخ وفاة منطق ايه فقال له تاريخ وفاة امي معروف عشان كده اكيد ما تولدتش بعد وفاة فالتاريخ معروف ومكتوب في شهادة الوفاة فالطبيب اقتنع بكلام نظير جيد وكتب التاريخ الصحيح اللي تولد ايه فيه اللي هو 3 اغسطس سنة 23 بعد كده البابا شنودة وهو الشاب كان بيحب يقرى كتير اوي في كل فروع العلم وكان الكتاب هو صديقه في فترة التفولة ومراكته كان متفوق في دراسته بيحب زملاء وزملاء وبيحبه بيحب نظافة يحافظ على نظافة فصله ومدرسته اتخرج في الجامعة سنة 1947 ومنه هو صغير كان بيحب وطنه مصر اتخل الجامعة كلية القاهرة كلية الاداة بقسم تاريخ وكان بيحب المجال ده وكان متفوق في دراسته وكان عنده موهبة الشعر والقاء الشعر وكتابته بعد ما خلص دراسة جامعية دخل كلية الدباط الاحتياطي في نفس السن وكان كل القادة والجنود بيحبوا جدا البابا شنودة عشان كان بيتم تكلفه بالاشراف على تجهيز الطعام والجنود في شهر رمضان ووطنية البابا شنودة كان بتظهر من مواقف كتير وأقوال كتير كان بيقولها زي مثلا مقولة شهيرة احنا كلنا عارفينها وحفزينها ان مصر ليست وضلا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا بعد خدمته في الجيش بدأ خدمة في مدارس الأحد سنة 1939 وبدأ يختم كمان في كنيس كتيرة في القاهرة ودخل الكليه الإكليريكية وبقى مدرس بيها الكليه الإكليريكية دي عبر عن كليه دراسات علوم لهوتية بيدرس فيها كتاب مقدس وتاريخ كنيسة وكل حاج وطاقس وقداس وكل حاج ولغة ابطية وحاجات كتيرة وفراء كتيرة في الكنيس بعد كده بدأ يشتاء لحياة الدير والرهبنة فبدأ يروح الدير مدة طويلة وبعد نتراه بين في الدير السوريان سنة 1954 باسم الراهب أنتونيوس السوريان وقعد في مغارة بجنب الدير اتوحد فيها وبعد كده راح لمغارة تانية بعيدة عن الدير اكتر حوالي 12 كيلو بعد كده بعد السنة من الرهبنة بتاعته اترسم قصيس بابونا وقعد عدة سنوات في الدير من غير ان هو يغدر يقعد في الدير فترة كبيرة جدا بعد كده البابا كورولوس اخد السكرتير خاص ليه سنة 159 وبعد كده اترسم اسكف للتعليم رئيس للمعهد الدينية والتربية الكنسية وكان بابا شنودة هو اول اسكف للتعليم المسيحي وعميد كلية الكليريكي وده كان في يوم 30 سبتمبر سنة 1962 بعد كده البابا كورولوس لما تنيح سنة 71 اتعملت الانتخابات في اكتوبر في نفس السنة واختاروا البابا شنودة عشان يبقى هو باتريارك القرازة المروسية وجي حفلة تتويج البابا شنودة على كرسي البابوي في كتدرائية المروسية في نوفمبر سنة 1971 طبعا احنا عارفين البابا شنودة هو البابا رقم 117 على الكورس المروسي والبابا تودروس حاليا هو البابا رقم 118 تمام بعد كده البابا شنودة اتولى كتير من المسئوليات كان بيروح للدير اسبوعيا لانه محب لحياة الرهبانة وبدأ يعيش حركة الرهبانة ويعمر اديورة اكتر سواء في مصر او برا مصر بقى فيه كتير من الاديورة خارج مصر تابعة لمصر برضو والكنيسة الابتير الاورسوسكسية عمر كتير من الاديورة اتلقب ببابا العرب او معلم الاجيال وفيه القاب كتيرة جدا والاسد المرؤوسي وحاجات كتيرة جدا اتلقب باس البابا شنودة التالي اتنيح يوم 17 مارس سنة 2012 كان عمر وقتها 89 سنة وصلاة الجناز اتعملت يوم 23 مارس سنة 2012 وناس كتيرة جدا حضرت من كل كناس العالم ومن كل بلاد العالم ورجال السياسة والاف كتير من الشعب المصري مسيحين ومسلمين انه كل كان بيحب بابا شنودة وادفن في دير الانبا بشوي في وادي النطرون له مظار دير الانبا بشوي بوادي النطرون تعالوا لاخد الدرس التالت وهو المحفوظات بتاعتنا اللي احنا صلناها في اول الدرس لكلماتي اصغي يا رب تأمل صراخي يعني يا رب اسمع ايه صلاتي استمع لصوت دعائي يا ملك وإلهي يعني يا ملك الملوك رب الارباب اسمع ايه صلاتي لما أصلي يا رب بالغدا تسمع صوت ايه بالغدا وك صلاتي نحوك وانتظرك يعني من بدري هتسمع صوتي من بدري جدنا ايه اصلي لك وده يعلمنا داود النبي ان احنا اول ما نصح لازم ايه نصلي اول حد يبقى في بنا هو ربنا لانك انت لست الهان يا سر بالشار يعني ربنا ما بيحبش ايه الحاجات الشريرة ولا يساكنك الشريرة يعني ما فيش حد الشرير يحب ان هو ايه يبقى مع ربنا ربنا ما يحبش ايه ايه الخطية لكن هو بيحب الاشرار بيحب الاشرار علشان يعني ما بيكرهش حد فهو بيحب الاشرار ويتمنى ان هما ايه يتوبوا لكن ربنا بيكره الخطية ايه نفسها لا يبقى في المفتخرون قدام عينيك يعني الناس المتكبرة ربنا ايه ما يحبوهمش يعني ربنا يحب الناس المتواضعة ابغطوا كل فعلي الاسم وبتقرأ ايه الاسم والخطية تقولك المتكلمين بالكذب الناس اللي بتجذب ملهمش مكان في السم ملهمش نصيب في السم رجل الدماء والغش يكره الرب الناس اللي بتغش والناس اللي بتقتل وبتسلب دم كل دي ايه يا ربنا ايه ما يحبوهمش ما يدخلوش السم اما انا في بقصرة رحمتك ادخل بيتك ازجد في هيكل قدسك بخوفك الاية دي دايما نتعود نقولها اول ما ندخل الكنيسة نزجد قدام هيكل ربنا ونقولها مع بعض اما انا في بقصرة رحمتك ادخل بيتك ازجد في هيكل قدسك بخوفك لكن انا ايه برحمتك يا رب ادخل وازجد في هيكلك ايه بخوفك يا رب اهدني الى برك بسبب أعدائي سهل قدامي طريقه هنا بابي يصلي داود بيقول إيه رب إيه ديني تنور طريقي وساعدني أن أنا أوصليك وبعد عني أعدائي وسهل قدامي الطريق مزمور جميل جدا نحفظه ونصليه كل يوم الصبح إذا الآية الأولانية نلاقي أنه إيه بيصرخ لكل يعني أن كل إنسان بيصرخ لربنا يطلب منه أنه هو يسمع ويخلصه ويستجيب لي في الآية 2 نصلي وندعو ربنا دايما أنه هو إيه يا ملكي وإلهي أول ما نصح لازم دايما أول حد نفتكره هو ربنا ونتوقع مع رحمة ربنا معنا كل صباح كمان لازم نوفق قدام ربنا في حالة استعداد وطوبة من غير كذب من غير غش من غير نفاق من غير كبرياء من غير رياء كمان نقول بقى الآية اللي احنا اتفقنا عليها أما أنا في بقصة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك يعني من الفاشة أدخل مثلا على حد من غير ما أقول المسائل خير صح؟ أو صباح الخير ما دي نفس الحكاية أنا أدخل بيت ربنا أسجد قدام هيكل وأقول الآية وأسلم على ربنا أستأذم منه أدخل البيت الأول صح؟ وبطلب منه إيه رحمته علشان أدخل البيت واستاهل البركات اللي هاخدها وأنا في بيته كمان منطلب من ربنا أنه يقودنا في طريق البر ويدينا سلام وسط المتاعب اسمعوا إياه البنون تأديب الأب واصغوا لأجل معرفة الفهم يعني أنتو بقى إيه أي ابن نازم أن يسمع تأديب أبو والتنبيهات والنصائح اللي بتتقل عشان نفهم ونعرف لأنه ما أكتر خبرة مننا لأنه أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعاتي إحنا ناخد منه التعليم وبنفهم فما نتركش الشريع يعلمنا الحاجة صح فأني كنت ابنا لأبي غداً ووحيداً عنده أم هنا سليمان بيكلم أنه كان ابن وحيد لابن لأبوه داود وأمه اللي هي بشبع وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي بينبي يقول إيه أنه لازم الإنسان يحفظ قلبه ويحفظ وصايا ربنا في قلبه ويبقى عنده حكمة اقتنل حكمة اقتنل فهم يبقى عنده فهم وأسمع الوصايا بتاعت ربنا وكمان من النصايح اللي باخدها من بابا وماما حطها دايماً في فكري ما نسهيش فبيقول إيه هنا سليمان بقى بيأكد أن أهمية أنه بقى الإنسان عنده حكمة من ربنا والإن حكمة دي هنأخذها إزاي من خلال وصية وطاعة الأب والأم ونأخذ مشورتهم ومشورة القدر روحيين فلازم أن أسلم نفسي لربنا هو أبوي وهو اللي بيعلمني وأنا إيه يعني أخضع لتعانيمه دي كمان سليمان ما هوش الإبن الوحيد صحيح لداود لكن هنا بيبين قد اعتزازه بأمه وأبوه كأنه كان ابنه وحيد ليهم قد ضن يعني شاب صغير هنا لايه سليمان مش متكبر هو بيقوله أنه حد صغير لكن يبقى الإنسان يعني مهما كبر المقصود بيهن الإنسان مهما كبر بيفضل صغير ويتعلم من أبوه وأمه كمان ربنا منح سليمان حكمة عظيمة لكن سليمان قد ايه كان بيشكر في تعليم أبي وأمه ويوقرهم وده بيعلمنا أن احنا إيه أكرم أبك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض كان سليمان بحكمته العظيمة دي كان بيتكلم إزاي بابا ومامته هما السبب وهم ليهم الفضل في تعليمه لازم أن يعرف أن احنا كمان كلنا مديونين لبابانا ومامتنا بأي حكمة احنا تعلمناها أو أي مصدر التعليم تعلمناه ولازم إيه نحفظ كلامهم ونحافظ عليهم كمان ونخلي بنا منهم وانتحهم لدينا حكمة مفيش حاجة في الدنيا تساوي الحكمة والحكمة محتاجة صلاة بحرارة وتنفيذ وصاية لأن الحكمة هتساعدنا أن احنا نتصرف كل أمور حياتنا إيه صح تمام تعالوا نحل بقاء تدريبات الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر